عندما استيقظت نادي حسين وصغارها كالعادة في مخيم النازحين بضواحي مدينة مأرب لم تكن تعلم أن ذاك هو الصباح الأخير لصغارها وأن خطرا ما بل موتا محققا سيحرمها من رؤيتهم كانت البناء يلعبوا هناك عند العباهم يوميا وصاروا عندما هذا وما سنة للقرحة عبد الحميد عمر وتوابع ثلاثة أطفال من أسرة واحدة فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم نتيجة انفجار جسم مشبوغ من مخلفات ميليشيا القوثي أثناء ما كانوا يلعبون بجوار مجمع للنفايات في مخيم السويداء للنازحين إذ ليست هذه المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة فعداد الضحايا المدنيين هنا في تزايد مستمر ونتكاد تغيب معها مواكب التشيع والجنائز في يوميات هذه المدينة منذ تسع سنوات فمنهم من لقى حطفه جراء الاستهداف المباشر للأحياء السكنية أو بالألغام والعبوات والأجسام المتفجرة التي خلفتها حرب ميليشيا القوثي ضد مأرب نطالب الأمم المتحدة بنظره جادة وحقيقية لتنظر ما يعانيه الأطفال والنساء والأبرياء والنازحين والمشردون من بيوتهم جراء هذه الميليشيات مئات الضحايا المدنيين صغارا وكبارا يسقطون تباعا ضمن مسلسل الجريمة المنظمة والانتهاكات المستمرة بحق الأبرياء هنا فبالرغم من التدقلات الإنسانية وعمليات نزع الألغام إلا أن مساحات واسعة لا تزال بحاجة ماسة لتطهيرها من الألغام فمن أخطأته حرب ميليشيا القوثي ونجى من نيرانها خلال السنوات الماضية لا ينجو من مخلفاتها المتفجرة وألغامها المزروعة في الحاضر وربما المستقبل علي الجرادي قناة بلقيس نأرب ترجمة نانسي قنقر